في غرف المراقبة والتحليل العالمية ومع استمرار الضربات القاسية لفصائل وأذرع إيران في الشرق الأوسط ترشح دلالات واضحة تؤكد تراجع قدرات تلك الفصائل عسكريا لكن الجديد في الأمر ما يرتبط بتقارير تدلل على اقتراب نهاية نفوذها ففي لبنان تكبد حزب الله خسائر كبيرة شملت معظم قياداته السياسية والعسكرية ما دفع البعض إلى المطالبة بتعزيز دور الجيش الوطني رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أكد مرارا دعم الحكومة للتقوية الجيش مشيرا إلى أهمية استمرار الدول في تزويد الجيش بالمعدات الضرورية وفي سوريا أفادت مصادر أن الجيش السوري صادر مستودعات ذخيرة تابعة لحزب الله في ريف دمشق في خطوة تهدف إلى تقليص نفوذ الفصائل المسلحة الموالية لإيران تأتي هذه التطورات في ظل تأكيدات دبلوماسية إقليمية على أهمية استعادة الدولة الوطنية لدورها وتراجع دور الأذرع المسلحة وهنا يبرز الصوت الرسمي في لبنان والسوريا بحسب مسؤولين من جملة النداءات الرسمية التي تريد نفض غبار التواجد غير الرسمي وصناعة ما يشبه دولة داخل دولة وليس الحرب الإسرائيلية هي وحدها من تهاجم أذرع إيران بل أمريكا وأوروبا التي تؤكد ضلوعها بتهديد مصالحها وعلاقاتها مع الدول العربية على وجه الخصوص بالإضافة لدعوات باحترام سيادة الدول والابتعاد عن انقسامات إقليمية كانت تلك الفصائل تلعب دورا واضحا في إثارتها بحسب مراكز دراسات مختصة ويبدو أن التحولات الإقليمية تشير إلى انحسار دور الفصائل المسلحة الموالية لإيران واستعادة الدول لسيادتها وسلطتها وسط توافق إقليمي ودولي على ضرورة إنهاء الأزمات الأمنية التي أرهقت المنطقة لعقود ترجمة نانسي قنقر